اهلا وسهلا فيكم بهالحلقة من سلسة أنتا والطاقة الجديدة اليوم حلقتنا عن طاقة الأرض الجوفية طاقة الأرض الجوفية هي طاقة حرارية بالحي الأرض من جوها هي عبارة عن حمام منصهرة وهذه من حين لآخر تطلع على وش الأرض وبس تطلع على وش الأرض تطلع بشكل بركاني أو شيء من هذا الشكل وهذا حلم كان يراود الإنسان أنه نحن نقدر نتمكن من استعمال القدرة للطاقة الكامنة بالبركانة نقدر نحن نستفيد منها بشكل كهرباء أو بشكل حرارة فهي شغلة كثير مهمة إذا نحن نقدر نستفيد منها بالحقيقة مثل ما شايفين هون هالطاقة الموجودة جوات الأرض بتطلع وهي عما تطلع بتنفجر بشكل بركاني ولكن في بعض الأوقات بيكون في عنا هالحمام الدايبي هون وفوقها بيكون في عنا الرزرفوار أو الخزان تابعنا هالخزان تابعنا بيحتوي على مي عما تغلي أو على بخار على درجة حرارة عالية جدا بنحفر بير وبتطلع هالبخار هيدا ومنقدر نستعمله لتوريد الكهرباء المي اللي ما بدنا إياها بنرجع بنحطها بالأرض بالحقيقة في عدة أنواع من هالطاقة هيدا فيه نوع منها بيكون بشكل بخاري فالمي بتنزل لتحت بتسخم من درجة حرارة عالية وبتوصل على سطح الأرض لحالة بشكل بخار حرارة كثيرة عالية وبنستفيد منه مباشرة لتوليد الكهرباء في عنا أنواع تانية منها بتطلع بشكل فوارات مي سخني هالمي بتكون دون المي الدرجة وبالتالي الاستفادة منها ما بتكون مثل الاستفادة من البخار ممكن بس صعب شوي نولد منها كهرباء النوع الثالث اللي موجود هو النوع يلي بيكون في عنا منطقة سخنة تحت إنما منحط فيها مي هالمي هايدي بتتبخر وبس تطلع لفوق منستعمل البخار لنولد منه كهرباء قديش في عنا طاقة بالعالم متوفرة لها الشغلة هايدي بالحقيقة الطاقة المتوفرة منها كتير كبيرة وهي محصورة بأماكن محددة هالخريطة اللي نحنا شايفينا هون بدلنا على المناطق اللي هي اكتر شي فيها طاقة أرض جوفية منلاحز انه هوني في عنا حلقة النار هايدي اللي معروفة هي منطقة عبارة عن منطقة فيها براكين كتير وفيها حركات زلزلية كتير وبالتالي ممكن الاستفادة من الطاقة الموجودة هون بنلاقي حالا نحنا هوني باللبنان كماني على خط من هالخطوط هاي اللي ممكن نستفيد منه وإيطاليا هون هلأ حنحكي بعد شوي عن إيطاليا بالحقيقة إذا قددنا نحنا نستخدم كل الطاقات بأمريكا مثلا ما بتأملنا أكتر من 5% من إمكانيات الطاقة مين عم يركب وقديش عم يركب بس حتى ناخد فكرة عامة بالعالم شو عم يسير بالحقيقة مثل ما شايفين هون بنلاقي أنه أمريكا والفلبين وإندونيسيا يعني تقريبا ناخدين الشقف الكبير من هالشغل هيدا عندهم تكنولوجيا متطورة وعندهم مصادر جاهزة للاستعمال فعم يستفيدوا منها بشكل كتير كبير وطبعا بتلاحزوا أنه أمريكا والفلبين وإندونيسيا هي على الخطوط اللي كنا رسمناها من شوي بالخريطة هل إنتاج الطاقة ممكن يوصل لنسبة كتير عالية يعني حتى بآيسلند مثلا في عنا لحد ديته 30% هذا أكتر بلد بالعالم بيولد كهرباء من طاقة الأرض الجوفية 30% هي كمية كتير كبيرة من الطاقة ونفس الشي بالنسبة للفلبين بحدود 27% والسلفادور وكوستاريكا فممكن الطاقة الأرض الجوفية تشكل قسم كبير من الاستفادة من ناحية الكهرباء شو منافع هالطاقة الجوفية هالطاقة هذه فيها عدد من المنافع كمان لا مساوية هنبلش نحن بالمنافع حلا عندها كفاءة عالية يعني هالطاقة هذه الموجودة هالبخار اللي موجود نستفيد منه بشكل مباشر لتوليد الكهرباء وبالتالي ما في كتير هدر على الطريق في عنا كمان فكرة أنه نحن نستخدم مساحات قليلة يعني نحن كل شي بنعوز أنه نحفر البير أو البيرين والمعمل تابعهم وبيمشي الحال ومنولد كهرباء الكل في تبعيتنا متدني يعني ما عندنا هالشغل الكتير ما عندنا هالاستثمارات الكبيرة في عنا شوية أثر بي هنحكي شوية عنه بعد شوية وفي عنا مردود طاقوي متوسط يعني كمية الطاقة اللي محطة لن نطلع هالطاقة من الأرض هي نسترجعها ونسترجع أكتر منها كمان ولكن في إلنا مساوية لاستخدام طاقة الأرض الجوفية هالمساوية هي المواقع النادرة ما في نواة مكان نطلع هيك ونطلع منها طاقة في عنا كمان تلوث هوائي متوسط لكثيف يعني شوية في عنا تلوث بالهوى في عنا شوية ريحة في عنا انبعاثات والريحة والصوت كمان قد يكونوا مصدر إزعاج مثل ما بتعرفوا الأشياء اللي بتطلع من جوف الأرض أمرها كتير بيكون في معها ريحة كبريتية الريحة الكبريتية شغلي ما كتير الناس بتحبها ولكن كلها ممكن ضبطه بوجود فلاتر وبوجود تكنولوجيا تضبط هالانبعاثات كمان هالطاقة هذه ممكن استنزافة يعني نحن إذا سحبنا من الأرض أكثر من الأرض بتقدر تأملنا هذا الشيء ممكن يؤدي مع الوقت لانخفاض كمية الطاقة الموجودة وبالتالي بيبتبرد هالمنطقة هايدي وما بيعود فينا نشتغل فيها لنعطي شوية أمثلة المسألة الأول اللي بحب أعطيه هو من مدينة اسم سانتا مونيكا بكاليفورنيا هايدي أول مدينة بتأمن كل حاجتها من طاقة الأرض الجوفية قدروا يستفيدوا من هالشغل وبالتالي الواحد لما يكون عنده إيرادة إذا يغير الطريقة اللي بيشتغل فيها ممكن أنه يقدر يستنتج ويوصل لمطرح ما هو بده بتوفير الطاقة بأيسلند شيء كتير غريب لأنه آيسلند هي آيسلند يعني منطقة بيردي كتير بس هي هالمنطقة هاي تحت مناطق بركيني وحرارة أرض جوفية كتير كبيرة وبالتالي قادرين يستفيدوا منها بالشكل الأفضل بأيسلند 30% مثل ما قلنا من كهربتهم بتجي من طاقة الأرض الجوفية وكمان فوق هيك بيستعملوها لبس الحرارة وبيدفوا فيها كل الأبنية وكل المطارح اللي هني ممكن يكونوا يستفيدوا فيها بتسكني بإيطاليا في شغلة كتير مميزة كان في عندهم وادي هونيكي كانوا يسموه وادي الشيطان ليش؟ لأنه كانوا يمشوا هونيكي بالأغلب هالبخار اللي يطلع من الأرض وهالحمام اللي تطلع من الأرض يشوفوها هيك ويخافوا منها فيفكروا أنه هايدي مطرح يعني الشيطان بيعيش فيه ومع الوقت تعلموا أنه فكرة مصدر هذا للطاقة ممكن نستفيد منه فبلشوا يهتموا بهالمنطقة وبلشوا يستخرجوا هالطاقة بشكل ممكن هني يستفيدوا منه وصاروا يولدوا حرارة وصاروا يولدوا كهرباء من هالمنطقة هاي بس مما أنه سحبوا كمية كبيرة من الطاقة الموجودة بالأرض نقس المخزون اللي عندهم بحدود 30% فالواحد لما ياخد منها الحرارة هايدي لازم ينتبه قديش عم ما ياخد والأرض قديش عم ما تعطيك بنفس الوقت حتى نكون نحنا متوازنين بين اتنين وما نستهلكوا بالمرة هالمصدر هالطاقة اللي موجودة به تسكني بيستعملوها للتدفئة لتدفئة البيوت والمصانع وكل هاي المكاتب وبيستعملوها للسياحة الناس بتروح لهونيكي لتنبسط بالمي السخني والمي المعدنية وبستعملوها كمان للزراعة بالبيوت البلاستيكية لأنه بدل ما ندفيها بطرق مختلفة مندفيها بهالطاقة هاي الموجودة وبيستعملوها كمان بالصناعة كمصدر للبخار كمان في عنا استخدام سياحي متل ما شايفين هون في عنا داليان بتركيا وفي عنا بالأردن وفي عنا باليمن وفي عنا بكتير بلدان مياه حارة موجودة متوفرة الناس بتروح لهونيكي حتى تنبسط فيها فرغم انه مع ما يولدوا مننا كهرباء بالشكل العادي انه مع ما يولدوا مننا بصاري وهدي شغلة كتير مهمة نقدر نحن نجيب السياح لعنا حتى نستفيد منها الطاقة الموجودة عنا وطبعا بيستفيدوا منها كمان بالتدفئة اذا كان في حاجة لإلها طيب ونحن باللبنان شو داورنا وشو قصتنا في عنا نحن باللبنان منطقة بالشمال تتميز انه كانت من زمان منطقة بركانية وبالتالي تحت في حرارة أرض جوفية مهمة موجودة وهذا من مقالب الجريدي بالحقيقة بيوم الايام بيات كان في عندهم بير على المئة وسبعين متر كان فيه مي على الممكن تماشي حرارتها بالأربعة وعشرين درجة فجأة تحولت هالأربعة وعشرين لتنينة وعبعين فعلى ما يبدو هالحرارة الجوفية ضربت بالخزان المي اللي عم بيسحبوا منه من هالبير وبالتالي سخلت المي مما يعني انه نحن في عنا مصادر للحرارة الأرض الجوفية وفي بعض المناطق الأخرى اللي في عليها دراسات في منطقة تانية هي كمان منطقة السمائية اللي هي على الأحدود اللبنانية هونيكي كمان كانوا عم يحفروا بير بيوم من الايام طلع هالمي وطلعت مي سخني وقالوا بقتا ريحتها عاطلي فنحن نعرف مباشرة انه هالمي هي مي بخار جاي من طاقة الأرض الجوفية وبالتالي ممكن نستفيد منه مش بس بالتدفئة ممكن نستفيد منه كمان كتير بموضوع السياحة البيئية نحن يمكن نفكر انه عكار بعيدة بس بالحقيقة هي خلال ساعة ساعة ونص بنوصل لهنيك وبالتالي السياحة اللي يكونوا نازلين ببيروت أو بترابلوس ممكن بوقت كتير بسيط يطلعوا لفوق ويستمتعوا بهالمنطقة هايدي ويصير في عنا تنمية ريفية متل ما هو لازم يكون مطلوب بالنهاية لهالحلقة حب تشكركم على متابعتكم سلسلة أنت والطاقة الجديدة حلقة طاقة الأرض الجوفية وشكرا شكرا